اشتركوا في القناة اللي كيطالبوا بطبيعة لحل القضاء بأنه يشوفوا الملتماس الدين وكذلك ليشوفوا الصراح لمعتقالين تبعوا معي الفيديو فيما باته يعرف بقضية تامي بناني أدرجة اليوم أمام رفض الجينيات بمحكامة السيناء في بيضاء كما تبعتم معنا تمت المناقشة على أساس أن الاعتقال اللي يطال هؤلاء المتهمين هو اعتقال تعسوفي وبأن هذه نحن قاربنا على مدة ثلاث سنوات من أجل واحد الفعل اللي هو غيب وثلاث أصلا أي أن يعتقى الأشخاص ونبحث فيما بعد عن وسائل إثبات الكافية للقون بوجود الجينيات القتل من عدمها تقدمنا بملتمس اعتبار قادية جاهزة والتراجع على استلاء أحد المصريحات على اعتبار أن الاقتصاياح ديالها موجود بمحضر الضابط القضائية موجود للسيد قليل التحقيق وأن الاعتقال للأشخاص هو الآن أضحى اعتقالاً تعسوفياً في بعيد عن وجود أي ركن أو عنصر يمكن القول معه بقيام الجريمة ديال قتل العمد في حقهم المحكامة قررت أنها تحجز طلبات ديالنا المتعلقة بالسراح طلبات ديالنا المتعلقة بتجهز قادية إلى آخر الجلسة إحنا الآن ربقوا نتظروا إن شاء الله إلى غاية ساعة الثانية عشر أو واحدة زوالاً باش نعرفوه النتيجة أو القارة أفعال المتابعة بها هؤلاء الأشخاص هي أفعال غاية قائمة في حقهم لالتفاع العناصر التكوينية للفعل بالدليل أن الأم نفسها الضحية كتأكد بأن الإبن ديالها ما زال على قيد الحياة وأن الحكم التمهيدي كيقرر أيضاً بأن الإبن مشكوك في القتل دياله وأن في الجسد السابقة إحدى السيدات المرافقات للطرف المشتكي صرحت أمامنا وبالمحكمة بأن التهمي بإنني ما زال على قيد الحياة وبأنه موجود في منطقة التميرة هذا الاعتبار وهذه المسائل أو هذه التصريحات وهذا الواقع تقدمنا بملتمس إلى المحكمة باش نعتبروا القادية جاهزة ونقشها على ضوء هذه المستجدات وعلى ضوء ما أفضت به المصريحات التي تود المحكمة إحضارها وتقدمنا أيضاً بطلبات للصراحة المؤقت في حالة ما إذا اعتبرت المحكمة القادية غير جاهزة الآن الملف تمحزه للمداولة للبت في طلبات المتعلقة سواءً بجاهزية هذا الملف وأيضاً فيما يتعلق بالطلبات المتعلقة بالصراحة المؤقت في حق المتهمين أكدتم في تدخلاتكم أنه كانت هناك تناقضات وجوزاً في صفحة 23 فيما ينقص تحقيقات لقنبيها تحديد المتهمين هذا التدخل للأستاذ كالروض فيما يتعلق بمتهم 23 أنه هناك تناقض فيما يتعلق بالتعليل لأن السيد قليل تحقيق كان يتحدث عن أفعال الأخرى كالتغير بقاصر لينتقل مباشرة إلى القتل عمد ويقول بأنه يقترب أن هناك جريمة القتل عمد تتفحقهم دون تعليل يدك إذن هو السند في التعليل على جناية أو فعل آخر أو جنحة أخرى ليخلص إلى نتيجة للفعل جنائي آخر دون تعليل هذا هو سبب ناقش ناقشنا ناقشنا على أسلحة نقطة أخرى هي المتعلقة بأن السيد قضي تحقيق لم يكن مقتنية حتى في متابعته لأن المتابعة جاءت متناقضة القتل عمد عدم تقيم إسعاف لشخص خطأ وعدم تبليغ عن جناية كيف يعقل أن الشخص يقتل ونجي ونتابعوه ونقول لي أخصك تقتل وتتبلغ وتقتل وتستعبدك الشخص اللي كان ضحية ديالك هناك قدنا نحكام بأن المتابعة هي متعبة متناقضة وأن قليل تقيق توا أيضا كان بغيب وقتين بالفعل وأن احتل الوكيل العامي في الجسد السابق كما تبعته معنا جاء وطلب إجراء بحث تكميلي بما يعني أن التهمة باقى غير تابعة وغير مكتمينة وإن الله يستعنوا بشيروا بحث تكميلي للبحث على ناصر تكميلي للجريمة القطرة ما زال باقي باقي من فقي بعشية خلما زال على ناصر تهم أخرى صار الجتة ما كيناش ما عندناش قطر عندنا صاريح الفعل القرار ديالسيد قادي للجسد الهيئاس السابق أكد بأن الجتة ما كيناش والأم كده كل دي بقي حي يعني تأكد ديال قتل عم ما كيش والشك يفسر لصالح المتهم هذا هو أصل القادي لما يشكه فإنه يبرع القادي التقيق لما يشك فإنه يتابع النيابة العامة الشك تتابع وكيل قادي الحكم لما يشك فإنه يبرع ساحة المتهم وكيف توقعاتكم للمرهبين وكيف ندخل أنا في قاردي المداولة هذا كيخدع السلطة تقليل المحكامة تقدم الملتمسات وأي قارة تأخذوا المحكامة نحن ملزمين باحترام مشاهدين الكرام كما تبعتوا معنا هذا هو تصريح ديالسيد المحامون وكذلك أستاذ سنوي اللي تقدم طلب للسيد الرئيس أنه يعطي الصراح الموكل جيله على الضمانة جيله للقناعة جيله بأنه سيحضر في الوقت اللي تحتاجه المحكامة كذلك تقدم بالباسبور جيله جواز صفار لطبع تحالفه التأشيرة ديال كندا وكذلك بين القضاء أنه كان كيمشي البرة وكي يجي وواله الإشارة للقضاء في أي وقت لدرجة أنه هو تقدم للسيد القاضي بالضمانة أو أنه هو يتحمل المسؤولية بالضمانة للموكل جيله من أجل إقناع القضاءات في الصراح المؤقت مشاهدين الكرام الآن مداولة من أجل لبت في الدفعة تقدموا به السيد المحامون لكي نبع المعتقلين وكذلك هالقضاء سوف يعطي الصراح نعم أم لا تبعوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا